مشاهدين ومتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله ومسأل فل على حضراتكم وحلقة جديدة من ملعب الاهلي ملعب الاهلي النهاردة فيه تلك مباريات مباراتان في الدوري العام وأكيد مباراة الهمة جدا للجمعية الاهلوية مبارات الغد إن شاء الله الاهلي وجيمة الأسيوبي يعني النهاردة لعبة مباراتان سموحة ومصر مقصة وانتاد بالتعادل إيجابي واحد واحد جون أنتوي النجم الكبير لمصر المقصة السيد فريد من ضربة جزاء أيضا بيرامدز وانبي انتهت بالتعادل إيجابي واحد واحد محمد فاروق البرامدز ده كان هدف التعادل ورامي صبري من هدف رائع بدربة رأس رائع في أشوط الأول دي كانت نتائج مبارات النهاردة مبارات الغد بإن شاء الله نتكلم عليها وكيده يكون حديث مطول مع ضيوف الكرام كابتن أبريو عبدالصمد وكابتن مار همام وكابتن شريف عبدالما نستقبلهم بعد ما قلوكو أخبار النادي الأهلي وأخبار الفرق التي اتأهلت كمان لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية الإسماعيلي خسر قدام القطن الكاميروني النهاردة لكن بخسارته دي صعد اتنين واحد خسر وكان في الإسماعيلية كاسبان اتنين صفر مبروك لإسماعيلي ومبروك لكل الجماهير الإسماعيل وياسان داونز أيضا صعد بعد فوزه على أهلي بنيغازي أربعة صفر والتعادل كان زهابا بلاتنيوم ستارز الفرقة الثالثة تعادلت واحد واحد وصعدت شباب كوستنطينا الجزائري الفرقة الرابعة كانت في الصعود ومازينبيا الكنغوليا الفرقة الخامسة وأورلند الفرقة السادسة ولوبي ستارز الناجير الفرقة السبعة والوداد المغربي الفرقة التامنة دول تمن فرقة لتأهلوا لدور المجموعات النهاردة إن شاء الله الأهلي بكرة يلطحك بالفرق دي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مع صعوبة المباراة اللي تكلمنا عنها وصعوبتها في الأجواء الخارجية اللي تكلمنا عنها ونتكلم عليها بعد قليل بكرة إن شاء الله الأهلي وجيمة الأهلي كان كسب في مباراة الزهاب 2-0 وأنا كان الزنبي وسينبا التنزاني كان كان الزنبي في مباراة الزهاب 2-1 وفيتا كلوب الكنغولي وبانتو لسوتو أربعة واحد كانت مباراة الزهاب وشباب الثورة الجزائري والتحاد طنجة المغربي كان 2-0 في مباراة الزهاب لشباب الثورة الجزائري والستاد مالي وأسك الإفواري كان انتهى بفوز أسك في استاد مالي 1-0 أعتقد أنها تبقى مباراة مريحة نوعا ما لأسك والإفريق التونسي والهلال السوداني كان انتهت مباراة الزهاب للإفريق 3-1 النصر الليبي وحريع الغيني 3-0 انتهت للنصر الليبي دي كانت أخبار الفرق اللي اتقاهلت والفرق اللي اتلعب بكرة إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي يقول لكم أخبار النادي الأهلي بسرعة وينتون هيكون معايا الزميل كريم أحمد زي ما احنا متعودين بعد قليل للإطمئنان على البعثة بشكل عام ويكون معايا آخر أخبار البعثة إلى الآن يلا جماعة نجهز به على طول أكيد جميع الأهلوية مستنية المحاضرة نظرية وقراءة الفتحة في بداية ميران الأهلي الأخير بأسيوبة النهاردة محمد يوسف عمل محاضرة نظرية للفريق كان قبلها كان إراية فتحة لمباركة هذه المباراة محمد يوسف دايماً بتكلم عن نقاط ضعف وسلبيات وإجابيات الفرق اللي بيلعبها وأعتقد أنه كان ماشي كويس الفترة اللي فات محمد يوسف شاف الفرقة بعنيه غير لما حد يكلمه عنها أو حد يقوله الفرقة دي فيها كذا وكذا وشافها في مبارات الزهاب وأعتقد أنه أعرف كل كبيرة وصغيرة لكن أتقابله شوية حاجات صعبة أعتقد أن هي صعوبات خارجية وليست فنية ومحمد يوسف أيضاً بيهتم بالكرات العرضية إن شاء الله نشوف منها أهداف بكرة يوسف اهتم بيها في ميران النهاردة واهتم بيها في ميران الأمس وتكلمنا أيضاً عن عرضيات الفريق واهتمام محمد يوسف العلي قوي بهذه العرضيات هنشوف هيلعب براسين حربة هيلعب بميران محسن بس أعتقد مش هيبدأ بأثار وخلي ميران هنشوف بكرة هنشوف إن شاء الله إيه اللي هيحصل في تشكيلة النادي الأهلي يعني كمان النهاردة كان فيه اجتماع فني لمبارات الأهلي وجيمة الأسيوبي كان فيه كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة اللي هتقام غداً إن شاء الله سيد عبد الحفيز مدير الكرة وسامير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق كان حضره هذا الاجتماع اللي على أسره هرتدي النادي الأهلي الأميس الأحمر بتاعه اللي هو الطاقم التقليدي بتاعه وشرط أزرق وجورب أحمر فريق جيمة الأسيوبي هرتدي الطاقم الأبيض تعارفين الطاقم الأبيض إن شاء الله كل التوفيق بكرة إن شاء الله للنادي الأهلي كله أبيض فأبيض فتبقى الدنيا جميلة إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يلبي دعوة السفير المصري في أسيوبيا يعني روتين ماشيين عليه أو عادة ماشيين عليها كل الصفرة اللي في البلاد اللي بيروحها الأهلي إن هم دايماً بيعزموا الأهلي في مقدوبة غداء أو مقدوبة عشاء طبعاً ده حاجة جميلة جداً وشكراً لسيادة السفير سفير مصري في أسيوبيا سيادة السفير أسامة عبدالخالق وفد النادي الأهلي برئاس المنسي إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس بحثة النادي الأهلي لبى دعوة السفير المصري بأسيوبيا أسامة عبدالخالق لمقدوبة عشاء عشور بيكتفي بالجاري حول الملعب عشور هنشوفه ولا مش هنشوفه دي لقطات قدام حضراتكم من عزومة سيادة السفير للبعثة الأهلوية إن شاء الله لاتفرحنا بكرة بإذن الله زي ما قلت لحلاتكم بارح عشور ما تمرنش كان اكتفى بالجاري حول الملعب وأعتقد أنه كمان اكتفى بتدليك الرجليه معرفش النهاردة شكل التمرين بتاعه برضو كان جاري حول الملعب واللي شارك في التقسيم هنشوف برضو من كريم أحمد جهزولنا كريمة يا رجالة لكن عشور مشاركته ويبقى فيها ريسك كبير قوي زي ما حصل المباراة اللي فاتت كنت أنا قلت لكم بين شوطي المباراة إن عشور هيخرج لأنه مش عشور مش سليم وخرج فعلا الشور تاني بس خرج مصاب للأسف فأعتقد أنه تديله راحة أحسن بكتير وعندك البديل الجاهز دلوقتي لغاية لما حسام حسام عشور لعب بزو قيمة في فريق نادل أهلي وعمود رئيسي في فريق نادل أهلي لكن أعتقد أنه رحته أحسن بكتير بكرة عشان تلاقيه بعد كده وتمن لعبين بيشاركوا في مران الغائبين عن مواجهة جيمة الأسيوبي تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال باسم علي عمر بركات عمر جمال صالح جمعة أكرم توفيق وجونيور أجيي وأحمد علاء والوافد الجديد جيرالدو سعد سمير ومحسن بيوصلوا التأهيل سعد سمير وصلاح محسن صلاح محسن يعني سعد سمير كمان لعيبة بصراحة مفتقدنها جدا نهارده شفنا قبل ما نروح للخبر العالمي بتاعنا خلاص احنا قلنا الإسماعيلي بيخسر من كتر الكاميرون وبتأهل لدور المجموعات والمصري يودع الكونفدرالية خسائر للمصري متولية ريال مدريد بيتود بكأس العالم للأندية بربعية في العين الإماراتي العين الإماراتي ظهر النهارده بمظهر مش هو المظهر اللي احنا شفنا قبل كده أو بقى قوة ريال مدريد وتنظيمها واسمها الكبير ولعبتها اللي تخض فريق العين تخض النهارده لما شافه ريال مدريد اعتقد ان كان فيه خض لكن النهارده يعني كلنا زعلنا كمصريين على فرصة حسين الشحات اللي ضايعها حسين الشحات يعني راوغ رمص وراوغ الجون وخلاص الكرة كانت هتدخل الجون خلاص كان هيبقى هدف رائع وكان هيعلي من أسهم حسين الشحات جدا 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 لكن الكرة ضاعت لهدف ما ممكن ممكن يعني اعتقد انه لو كان جاب الجون النهارده كان ممكن ان ديج يعني الموضوع يبقى كبير جدا لكن قدر الله ما شاء فعل حسين الشحات ظهر بمظهر مشرف جدا للعيب المصري قبل ما يكون كمان اللعيب العين حاجة جميلة جدا نهارده كان هيجيب هدف زي ما قلتلكم اكيد كلكم شفتوا الفرصة بتاعة حسين الشحات كلنا كنا بنشجع العين نهارده اكيد ومنشجع حسين الشحات فرصة لو كان جابه كان الموضوع يختلف تماما مع حسين الشحات لكن الحمد لله اربعة كتير جدا على فريل العين بالنتيجة دي اه كتير جدا من اللي احنا شفناه من نتايج فريل العين ومباراته اداءه اللي اداءه فيه بطولة كأس العالم للاندية فريق ريال مدريد بالرغم من غياب النجم الكبير جدا كريستيانو راندو النهارده بيفوق قوي على العين برضو بتدي له ثقوة كبيرة جدا ان هو يرجع في الدوري الاسباني حامل لقب كأس العالم للاندية كلام كتير جدا عن هذه المباراة هنتكلم برضو معه ديوفنا الكرام في هذه المباراة تحديدا ولماذا ظهر العين بهذا المظهر لكن في الاول وفي الاخر شرف كبير جدا لفريل العين هو بيكون ممثل للاندية العربية في نهاي كأس العالم للاندية فريل العين